أعلن المبعوث الدولي إلى سوريا سيبم ديمستورا أن إيران ستشارك في المشاورات المقرر أن تبدأ الاثنين المقبل في جينيفا نافيا في مقابلة تلفزيونية وجودة جولة جديدة من المفاوضات بل اجتماعات فردية مع الأفريقاء يأتي ذلك فيما يتقدم الجيش السوري في رفايا حما وأدلب نفذ الجيش السوري عمليات بينها غارات ليلية ضد مواقع جيش الفتح والنصر فرع تنظيم القاعدة في سوريا من ثلاثة محاور الأول في بلدة الكفير ومعمل السكر بمحيط جسر الشغور بريف إدلب والثاني في السرمانية واشتبرق بسهل الغاب بريف حما والثالث في محيط تل الأربعين الذي يشرف على لاذقية وأدلب حما واعترف المرصد السوري المعارض ومقره لندن بتقدم الجيش في سهل الغاب باتجاه جسر الشغور حيث تدور اشتباكات بين عشرات الجنود المتحصنين بالمشفى الوطني جنوب المدينة والجماعات المسلحة وجاءت عمليات الجيش في إطار تنفيذ هجومات مركزة لاستعادة جسر الشغور وإدلب وطرد فصائل القاعدة وأخواتها من المنطقة وبالتزامن أحرز الجيش السوري تقدما في محيط حلب بعد معارك داريا دلعت مع الجماعات المسلحة في بني زيد والكاستيلو حندرات أدت إلى مقتل القائد الفرقة ست عشر عموشات التابع للجيش الحر خالد سراج الدين الملقب بخالد الحياني الذي كان أول من رفع السلاح ضد الجيش السوري واستخدم استوانات الغاز المنزلية بعد تلغيمها المسمات مدفع جهنم في قصف الأحياء السكنية الحلبية وأعلن اليوم مدير صحة حلب ارتفاع عدد المدنيين القتلى بها إلى أربعة عشر قتيلا فضلا عن عشرات الجرحى والأضرار المادية الجسيمة فيما ارتكبت طائرات تحالف واشنطن مجزارة بقرية بيرمحلي بري في حلب الشمال الشرقي رح ضحيتها أكثر من خمسة وستين مدنيا معظمهم نساء وأطفال في غضون ذلك تجدد التناحر بين الجماعات المسلحة والسيمة النصر وداعش في القلمون والقنيتيرا ففيما شن جيش الإسلام هجوما واسعا على مواقع داعش في المحسن القلمونية شنت النصر وحلفاؤها هجوما وازيا على المعقل الأخير للدواعش في القحطانية بريف القنيتيرا ما أدى لوقوع عشرات القتلى والجرحى بين الأطراف المتناحرة